جولة لمواكبة العملية الانتخابية بدأها وزير الداخلية نهاد المشنوق منذ الصباح حرصا منه على حسن سيرها وبعد الإدلاء بصوته في بيروت وتحديدا في ثانوية الرئيس رياض الصلح في رأس النبع للبنين شدد المشنوق على أن الأولوية هي الانتخاب رئيس الجمهورية أنا سمعت اليوم بتلفزيون أن هذا اليوم عرس الديمقراطية هو لا خطبي العرس وقت اللي منتخب رئيس جمهورية إن شاء الله ويكتمل النصاب الدستور النظام السياسي اليوم بيقدر ما قدر نقول أنه أخذ جرعة إيجابية وهذا بيعطينا أدرع الحياة أكتر بمواكبة أمنية انتقل المشنوق إلى البقاع حيث ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سراي بعلبك بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر هادئة جدا ما عنده حادث بسيط تحت السيطرة بزحف وبعرسال شو رسالتك لأهل عرسال؟ رسالت لأهل عرسال أنه أنه أهل لكل اللبنانيين هاي المنطقة بتأكد دايما أنه مرجعيتها هي الدولة رغم كل الكلام اللي بينقال وأنه اللي بيقرر فيها وبكل أمورها هي الدولة ومن البعلبك انتقل المشنوق إلى اللبوي حيث استقبل بنتر الأرز ونحر الخرافة وفي عرسال أشاد المشنوق بنسبة الإقدام على الاقتراع من قبل أهالي المدينة يعني فرحتي أني وصلت لهون ومن بواضح من الأهالي أنه فرحتهم أكبر بكتير بالانتخابات وبالتصويت وهذا بيأكد التزامهم بوطنيتهم ولبنانيتهم وهم خيرهم وجميلهم على كل لبنان لأنهم حاملين أكبر تقل من الناس حين السوريين المحطة الأخيرة كانت في زحل عاصمة التعددية بحسب ما وصفها المشنوق الذي أكد أن لا صحة لدفع أموال في المدينة رافضا اتهامه من قبل المرشح في زحل أسعد الزغيب بالتدخل لمصلحة إحدى اللوائح هذا كلام سمعته تبين بالتحقيق أنه ما في شي منه صحيح والحضرة النائب العام أكد بالاجتماع بأنه ما إجته ولا شكوى ولا حتى إخبار للنياب العامي ربما إجا إخبار لجهاز أمني فعمل مداهمي وتبين أنه الإخبار اللي إجا مش صحيح تهمني بشغلي بحب ما أعملتها بس كنت مفتكر أنه صدر أهل زحلي أوسع لأنا ما ننت مزحلي بتمنى أن ينام بزحلي بس أنا ما أدخل لا سابقا ولا لاحقا ولا راح أدخل أنا على الحياد بين كل اللوايح بصرف النظر عن عطفتي أو عن رغبتي أو عن ما مارست من وقت اللي جيت على وزارة الداخلية لليوم غير الحياد وإني وزير داخلية لكل لبنان ما راح غير بزحلي وشدد وزير الداخلية على أهمية التمسك الديمقراطي في العملية الانتخابية